تعريب مصطلح لاليجو الحلقة التاسعة والاربعون من سلسلة دليل مصطلحة ثورة التحرير الجزائرية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأفكر مصدر أو مرجع المعلومات التاسعة والاربعون لاليجو أعتذت أن الشعب الجزائي أثناء الثورة ينطق هذا اللفظ وهو تحريف للفظ الفرنسي لليجيون واللفظ أصلا آتى من الرومانية الليجيون وهو يعني في هذه اللغة القديمة هي الجيش مؤلفة من المشات والفرسان ثم شاعي استعمال هذا النظام من الجيش في تأثير من الدول الأوروبية بما فيها إسبانيا وفرنسا التي استعملت فرطة من اللفيف الأجنب للقضاء على مطاومة الشعب الجزائري بأول مرة في سنة 1831 ميلادي وقد وضعت مطرهم بمدينة سيدي بالعباس واللفيف الأجنبي لاليجو في الاستعمال الشعبي يعني في مفهوم نظام الجيش الفرنسي هي متوانة من متطوعين غالبا ما يتونون أجانب تحت قيادة الضباط فرنسي وأجانب وكان الجنود المرتزقة التابع لللفيف الأجنبي يقبلون في صفوف الجيش الفرنسي بدون السؤال عن ماضيهم ولا عن جنسيتهم الأصلية ولا حتى طلب عطود موليدهم وواضح أن أولا المرتزقة حسب اعتراف الكتاب الفرنسيين أنفسهم كانوا يتلاقون من المجرمين والمعقدين والمنحرثين ومتتب الأثام العظيم قبل اللجو إلى نظام الارتزاق بالقضل وقد كان لللفيف الأجنبي لاليجو تاريخ أسود مع الشعب الجزائري فقد عاثوا ما شاء لهم الاستعمار الفرنسي أن يعيثوا فسادا رتلا وظلما واعتداء على حرمات وقد كان الوطنيون الجزائريون يحذرون أشد الحذر ويمقتون أشد المرت لما كانوا يعلمون من رسوتهم في المعاملة وعدم تسامحهم حين الإغارات اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد تما بايت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد المجيد